البنك الاهلي وبنك مصر اصدروا شهادات لمدة سنة بخمستاشر في المية تعالوا بيان نعرف ايه حكاية الخبر ده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و اهلا و سهلا بيكم في حلقة جديدة من الحلقات المصرفة و كل عام بحضراتكم بخير و صحة و سعادة و في احسن حال دايما يا رب من امبراه و عمالة جيل استفسارات بخصوص شهادات البنك الاهلي وبنك مصر و انه تم رفع الفايدة و وصلت لخمستاشر في المية لمدة سنة واحدة سواء في البنك الاهلي او في بنك مصر و ان البنك مصر رجع يصدر شهادات ابن مصر للمرة تانية و ما بقيتش عارف ايه اساس الخبر ده و عمالة رد على الناس بالنفي لا يا جماعة ما فيش اي تحديث للفايدة في البنك الاهلي و اخر حاجة زي ما تكلمنا فهلا فايدة شهادات ثلاث سنين انه هو 11% لثلاث سنوات للبنك الاهلي شهادات البلاتينية و شهادت القمة في بنك مصر 11% التالي التساؤلات تزيد تاني نهاردة و ابتدى يجي لي انه هو تم اصدار الشهادات دي نهاردة و نهاردة اجازة و بعدما اصدرت فيديو التوقعات برضو بتدى تجي لي الاستفسارات تاني على نفس الموضوع حبيت اوصل لايه سر البلبلة اللي موجودة دي لحد ما لقيت موقعين موقع بيقول ان البنك الاهلي بيصدر شهادات فايداتها تصل ل 16% بس ملحيتش اخد سكرينشوت منه لان الخبر تم حذفه من على الموقع والموقع التاني لسه بنزل الخبر لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي و بيقول ان بنك مصر بيصدر شهادت ابن مصر لمدة سنة بفايدة 15% و مش كاتب تاريخ الخبر و مكتوب ان هو منذ يام واحد فقط و انا جايب لكم السكرينشوت بتاعته الكلام ده غير صحيح تماما شهادات ال 15% تم ايقافها منذ سبتمبر 2020 واللي عنده تشهادة لسه شغالة هو مكمل فيها لحد ما تخلص والبنك ما اصدرش شهادة بالنوع ده تاني او بالعائد ده مرة اخرى حبيت ان انا اوضح لحضراتكم الموضوع ده علشان تبقوا واثقين من المعلومة و عارفين ان ما فيش حاجة جديدة غير اللي احنا تكلمنا فيها طبعا احنا بنجابها لحضراتكم و زي ما احنا متعودين مع بعض و دي كانت حلقة النهاردة ابن المصرفي ياربكم ايدي ارتفتكم من الموضوع ده واتنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان نجيلكوا اشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبك واتدوسوا لايك وتعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد واشوفكم على خير محمد رجب وكل عام وحضراتكم بخير